موسيقى عسيما ومرحبا بكم حلقة جديدة من بودكاست وقيت أنا رميوني اسمنا ليرت وليوم معايا ذيه ومعايا لوئي وحسيم ومش نحكيه على موضوع الميديا عسيما لوئي عسيما رميونيس حسيم شا حولك عسيما رميونيس عسيما ذيه أعلى بيك والنيس ايوها اليوم على برشة مري نكش فيها ليت عدكم برشة والله اليوم لوئي شد فيها صحيح بش نتعدى هددني هددني بالحق هددني قال لي أنا صاحبك وأول مرة بش نطلب عندك حاجة حاجة الاخرين اللي تفضلوا من عندك بش نطلب عندك غضوة وجمعة جاية وكل شيء فاسر عليش ماكنش معنا في البودكاست القديم؟ والله عليش خاطر فما عبيد بهين على الأخر عديو في بلاستي كيما هيدي كيما مهدي والمرأة جاهزة ونخليهم وسلمة؟ فما سلمة زيادة عديد جزتنا لو كنت تحكين على ماكلتك المفاضلة خليها عشاء الجمهور نحكي على الميديا ماذا قالكم ونحكي على الميديا نحكي على الإعلام كيف يحب أن يبدأ اليوم كيف يبدأ اليوم كيف يبدأ اليوم هذا هو سؤال سأرى نحن لاحظنا من أكثر المؤسسات التي لا أحبوها العباد والتي ليست لديهم هم 3 شيء البنوك الحزاب السياسية وسائل الأعلام ديما يخرجون في العالم الكل ديما تلقى الحزاب السياسية البنوك وسائل الأعلام معظم تتقيق فيهم الفترة الاخرانية وقت ما وقت الواصل الاجتماعي ديما يظهر وسائل الأعلام كان عندها ديسكور مفبرك شوية وكل واحد من يقشره الذي يتبع السيستام والذي ضد السيستام لذلك الوسائل الأعلام خاصة في تونس على خطر أسباب موضوعية و أسباب معنوية أسباب تتفهم كاريتين ليس طيارة و الأسباب انتماءات وكل شيء الناس لاحبوا وسائل الأعلام و الناس لاحبوا الصحفيين و المقدمين سعيب أن تتلقى في تونس ما يقول لك المقدم برنامج كان يحبوا برنامج ويعجبني برنامج سعيب في الأخرى كانت الصورة تتحرق أو تستهلك لذلك الناس الخدمة لا يوجد في تونس لا يوجد في تونس لا يوجد في تونس لا يوجد في تونس برنامج في يوتيوب كما تقول أنت لكي تفرجوا في المسلسلات و كل حكياتكم كل هذا موعد سنوي نعم 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 وشوف لي حل والأخبار متاع الثمانية والمشرة الجوية اذا يتفرج فيها برشة تونسة وعطوكا الترفزة الوطنية كمؤسسة تشوف الملكية الفانسياغ متاحها كالسياج الكبير اللي يعطوه لها متاع كان المقر وزارة خارجية العرب تشوف الماتريال تاحها لكن كان لباس الجامعة العربية تشوف اللي عندهم في لفيات اللي ولد إذاعك يملكو ما يكفي من الفانسية من الأرض ومن البنايات وكل شيء تكون شاركا نورمال ما وإذا كان ما خلصتش راهو الوزارة اللي وزارة الاشراف متاحة كانت تتبع وزارة الوزارة الأولى وبعد شاركت وزارة الإعلام وبعد رجعت وزارة الأولى ووزارة الاشراف متاح على ما خلصت لهاش شنو يلزم الدعم أما الشركات البيت اللي تلافز التوينسة اللي تلافز حالة من 2004-2005 لليوم بعد حنا باع الوقت انتكوا عابي ناصر عمل بعد جاء القروي وطارق بن عمار حلو التلفزة وبرلوسكوني سامحني وبعد 2011 وبرلوسكوني انفستا فيها انفستا فيها انفستا فيها جاء هوني وعملنا الترفيو في نسمة ووقتها مازلنا كيبعنا كاكا عملنا في تونس مازلنا كيبعنا كاكا شنو قالوا أيضا ريكاردو كاكا ميلون ميلون باعت كاكا المفيد بعد 2011 وقتها تاخذ رخصة كانت على صحب شوية بعد ولك كايدة شارج بشتحل التلفزة سهلت وبرشة عبيت حلو تلافز وفم تلافز نسيتهم جملة داع اللي جيت 107 دماند بش حلو تلافز وحلو برشة وحبيننا نعمل لسا متاع تلافز اللي في المرشة بش نعفوه شنو السوق فم حد نسيتهم جملة الانسان الانسان مزال تنشط ام تي في مزال موجودة جنوبا مزال موجودة كرتاج بلو ستاسعة وحتى نسمة مزال موجودة فم حانيت بيوها في الدول العربي نهاركا اتوكم شنيت بيعملي غنية ولننصر لكم هنا جزي من قاول حسين مش يفسر للدول العربي كيفية فيش يعملوا بالضبط دونك قلنا عليش فالسي جينا اول حاجة زينا فهموها شنوها البزنس موديل كيفاش تربح تنوها تربح من ثلاثة حاجات اقل حاجة تربح منها هي التلاشة عندها تفرجوا فات بيعمل تليفون ودير سامر مكاتر يقولون هنا وعندهم الحق كان من المزافتين للاربع وكلهم فرد وقت في الكورس شروط تلافذ لكلهم عندهم وقت رجلومنتر ووقت العشاية ووحدة من المداخيل عندهم يعطيوا إلسوتخات الشركات متاع السنتر دابير اللي يبيعونهم بالتعامل إن ستحرق لتعامل تلاشي مهلا وتبقى بعد المدخول الثاني عندما تفرج 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 تنصب ووهلا تنصب أبعث 85 أبعث 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 لماذا تبيع أبعث أبعث لأني أصدقت اشتركتون الناس فقد اشتركت طويلة اشتركتا جهدت على والاية ها أشتركت على زيادة ستيت ها اسم ها اسمي ليش ليشوا هل لفهم يسلوا اي سؤال سهل والنسه تجيوب لأن لديهم اي حق يدعو فلوساك لأن وقت اللي تسئل سؤال وتسعى صعوبات لا تدخل لعبة لا تدخل لعبة لذلك التدخل هي موgensاة من الدولة لذلك الآن هذا سؤال سهل سؤال سهل على الأخر يعني نقول له حيوان عنده ملاد الحق وبدأ؟ يا مرحب سنوط لي الحق لدينا في تدخل كنت تذكره في الثلاثة رمضانات اللي فاتوا كانت تفهم ديار للبيع وما تفهميش سؤال تبعثت رباح دار وعلى أساس كامباني بيبليسيتر سمحني تبعثت بعض يجيوبك بسؤالات قادمة تبعثت بالضبط أنا يعطيك برشة سؤالات هذا المساج لوليني تولي قمار ما تنازمك جيوب على سؤال المساج لوليني مش تدخل أنا فهمت ذايا ساكنفيرما اللي لقاي وليزوز لعب أنا لا ألعب أنا أحبت أن نلعب لذلك تسوى 300 ألف دينار تتباع في الأخرى تتهدي ب300 ألف دينار ولكن لمدة 2 ألف مليون دينار يقسموا ما بين البروموتور والتلفزة وعلى أدخرين تنصلون لهم سيكون نسوي البروموتور يعطيها بلاش بشي نجمي عام في بديشيتر لا فهو لا يشريوها من عدد هنا في رمضان بشيق عدد عام براجل حقها 3 مرات المفيد لذلك قلنا من أن نتربح فلوس تلفزة سواء من العباد تلاشا سواء من العباد اللي كلموهو أن يا نصيب واللوتخيو والألعاب هدو ما معنى يا نصيب يجي في كلمات بسفاق وين سمعت سوفت المشكلة عديد لك لولا الثانية الثلزة لأخيك يعلم اللوتوب بالعربية بالرسمية علعب يا نصيب في القناة كما مليون بيضة والثالثة الحاجة الأهم من داخل التلافذ هو تبيع الثواني والتقايق من الأشعار ونحن اليوم نحب ركزوا على المرشي هدايا ما هو فيه وعليش يخلي التلافذ ميربحوش كيف نفهموا الميسرة هو رمضان السنة في أضعف عام اقتصادي فمعن كيماش اقتصادي وعليش يخبطوا بيبليسيتين المرشي أببريما بين 40 و50 مليون دينار هل هم الأنسور؟ هم سيضعوا فلوس في التلافذ في المظام وضعوا الشركات التي تبيع في البروديوماتها يضعوا فيه وضعوا فيه المقارن ووجوه وغزوز وكذلك وضعوا التلافذ ويضع وكالة الأسفار ويضع التليفونات ويضع الكراهب ويضع أسفار؟ ليس مرأة لذلك يجب أن يكون حجم مونابول كيف تنظم الميدان؟ أنا التلافذة لدي برنامج ومسلسل وطرح كورة فكل مئتان في الوقت مونابول نضعه على ذمة شركة مونابول مونابول فضل الشريكة يأخذوا كل وقت الثواني والتقايق ويضعهم على ذمة الشركات أخرى الشركات الأشهر الشركة الأشهر يتعاقدون مع الأسفار مع الأعباد الذين تريدون المونابول ومعنا تقايق ومعنا تقايق هم مونابول من يتعاق الموناب من يجب أن يتصور أن تصور التصور من يجب أن تنصح ما بين هذا وما تنصح ما يتعاق ومعنا من يدفع لما يأخذ ومعنا هذا المرشي وكيف يحدث في تونس لديك حكاية الماركتينج التي تقسم في العالم جاءتنا مخرج قليلاً الأجنس دكوم هي التي يخدمون الخدمة لكم تجمعها أجنس دكوم وهي يريدها لديها الريجي دي سباس وهي يريدها لديها البردكتين وهي يريدها لديها البردكتينج وهي يريدها لديها المجموعات المجموعات هذه المسيطرة على الميادة وهي لديها 70% من مرشي هو جروب M جروب M لديها شركات كما GWT وهي أجنس دكوم وهي في العالم موجودة شركة لبنانية تنتج برشا عمستر أكاديمي عمستر أكاديمي معروفة برشا سوف يبعث تتخدم برشا مع تطول أنستاليف الإمارات تشاركوا مع توينسا تشاركوا مع بردكتور تونسي إبراهيم الطايف عملوا GWT في تونس وبعد يخرجوا شريف في أخر تسعينات أو الألفين في 2006 خرج إبراهيم الطايف جاءوا واحدة كانت تخدم معهم في دبي شريف وضعتها بخيتنا وضعتها واجهة تونسية حتى يكونوا بسماة 51% وهم يملكوا رأس مال لكل وهم عملوا شركة Mindshare اسمها وهي الغجية الكبيرة وهي لديها 70% من السوق وعملوا شركات أخرى في المقابل لديهم منافسين أخرين في أجانس دوكم هم بالمئات ولكن الكبار والذي يخدموا برشا في التلافذ نجمو أميوم تونسي و تسعة وربعين بالمئة أجنبي و تونسي امباكت مثل ريال بمفضل عن ماذا؟ 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 عن 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 شركة 3SG المفيد برشا مددخلين في الميدان و هناك هواس هواس كانت بالحسن ترابلسي سمحني هؤلاء الريجي يبيعوا كانت في التلافذة أم في الأشياء العزيدة في راديوية ريجية تشري أي أساس بيبليستير نجمو تشري بانو بيبليستير في الكييس نجمو تشري دقيقة بيبليستير في التلافذة في راديو ينجمو يكونوا عندهم بانو متيحة مهومة؟ ينجمو يكونوا مثلا قروي أنت قروي لأن أخوات القروي لديهم بانو مكتوبة القربية و أنهمكوا لديهم فهو شركات مختصة في شراء بانو أخذ فيه مشكلة كبيرة لصالب العبيدي على الأطرات وعروتيكس والمرسى والروتللسونال 9 التي تزارت في العاصمة لكنهم لم يعرفون كل 10 مرتفع أنا هكذا أريد أن نسوخ وحوض أعطيتهم البلدية وحوض أعطيتهم المحالية نحكي على الرخصة لكي تنجمتها نحن نحلو هدوثي المفيد هو المفيد تشريك المفيد في البلايسكول ونفهم البلايسكول نضع ذنبتها من الوليون ونضعها هنا في بودكاست اليرت المفيد لذلك هناك هافاس خطر كنت تعبير حسن ترابلسي الدولة فكتها الدولة تملك اشتر وعشور تملك اشتر وطائحة فالسة لا تخدمها قبل أن تخدم بس بالحسن سمعني قربين تقروي قربين تقروي كان عندها داخلة في نسمة وعندها لبانو بيلي سيتر وعندها لبانو بيلي سيتر وعندها لبانو بيلي سيتر ماذا يخدم على روع لا يخرجوا المرشي الذي فهمها شركة اسمها بوكس كانت عندها صعوبات وعندها قربين تقربين من مانتاج وعندها بماناتاج وعندها قربين تقربين بي بوكس بوكس أحبا لأنهم مهاجر كنت ترى نتخلص لناها في الجهاز ويجب أن تفهم البروكاست في الجهاز نفسه وكيف نتحدث عن الموضوع وكيف نتخدمه عن الموضوع بعض الوقتين تبدو كيف نتخدمه عن المواضيع ولكن أمرنا من نحيه الواجه Reach فإن أجل المشخص هناك هناك فإن تونس وكالتنات الإنتاج الإعلامي ينبذ الإنتاج رياضي أو أي صديقي كالتنات في forget لنضع الأمور في إطارها أنا شخصياً أعتبر في العشرة أسنين التي تعديوا بعد الثورة كي أن المستوى المشهد الإعلامي ساهم في ترذيل العمل السياسي مثلاً والعمل الفني وكي أنه يساهم نوعاً في الحباط المشهد الإعلامي كيف العباد مثلاً نعرفوه نديروا حوار ولما نعرفوه نخرجوا معلومة مهمة في حوار العباد تقول يتحكم على المناخ الكل وتقولي العباد هي بيدها كيف تحكي مع بعضها كي يبدوا موشون تفهمين فراء يبدوا يسيبوا في بعضهم أو يبدوا كأنهم أعضاء وكل شيء أنا تفكر فما التجربة صارت لي في مؤسسة عالمية كنت نعم في انترفيو نحكي على موضوع من المواضيع نحكي على الدينار وكنتم فاسر عليش الدينار قاعد يتيح برشا وعم فما صعوبات في الدينار يقال إذا كانت إلى جدينار anteكسية عملات فرد وقت ووش كشان الميكانيزمục تصير يقول لي آه ففففففففففففففففففففو الإمكنيات الموجودة عند الصحفيين الإمكنات الموجودة عن الوسائل الإمكانية محدودة برشا في مؤسسات إعلامية معناها عندها ركيزة كبيرة وعندها إمكانيات كبيرة كل صحفي عنده إكيب فيها أربع خمسة من الناس عباد كيفما أحنا كيفما في أليرت يبدوا يخدموا المواضيع يبدوا يخدموا في المواضيع متاع الإنتاج اللي بشي جي جمع جي دونك الصحفي الإعلامي ولا لي يخدم البرنامج متاعه حتى يكون فني بشي يخدم على السينما يتفرج في الأفلام هل يبدوا يدعي على إمكانية إضافة ومائة ومائلة قليلة ولكنه ليس لديه الأوقات فقط لا يخلص أجل نعرف في أنه تعمل مع التاسعة لا يمكنك تصنيع أنه يصبح مجيزة في السبع شهر أو 8 شهر ولا يخلص أجل وسوف يخلصواهم طاقة الحيد وإذا سجلوا يخلصواهم طاقة 800 دينار 200 دينار الخدمة التي نخدم فيها وحسام يقدم فيها هو أن نحاول أن نفهم لماذا في تونس المؤسسات الإعلامية كانت بشبه فالسي أبار نتحدث عن التلفزة العمومية التي لديها إمكانيات عمومية لماذا وصلنا للموضوع هذا؟ وما هي التأثيرات للموضوع هذا؟ لأن الناس أريد تكره الوسائل الإعلام ومعنا نحن منتجات على العام كامل ولماذا كل عام تلفزة جدا تطلب؟ أو تلفزة تخرج من القجر أو تلفزة أي من القجر؟ وعليش حتى مقبل وعليش فهمة رسكلا تلك الجميع الإعلامية يريد أن نرى بها وعليش المشهد الإعلامي تلك المشاهدة الأخرى لقد تخلت الفيلم تونسي في هذا المتحدث وعلى أعباد تخرج بعد نص ساعة وعلى أعباد تلك الجميع والأعباد يتعاود ما تقول؟ نعم فهمك فهمك بأن تلك الممثلين من نفسهم وكل شيء وليس حتى الوجوه مع تنافسي تخدوه قاعدة تعاود تحس فهم رداءة تحس فهم مش قد التطلعات متاع التونسي في الموضوع مواضيع السياسية تحس فهم مش يستقل لها تام تحس معناها احنا وميحذروش ميحذروش ميحذروش الميلة في مخاطر معده مش فلوس معده مش ممكنية وصدبهم مرحلة احنا خاطر توفياليري تعدينا برشا في تليفس تشها؟ تعدينا برشا في تليفس تعدينا برشا في تليفس كيف يكون تلفزة تبويكوتيك لم يكلمونيش عام كامل وكيف يكون تلفزة تندثر تعايد الكمرتين في الجمعة لا يوجد موجودة وصمت هو الذي يعمل برنامج ثقافي لا يتفرج فيه في النسمة كان هناك برنامج اسمه مغربنا في التحرير والتنوير اسمه يقاري في ماننوبة نسيت اسمه كان عنده برنامج باهي وكيف يجب ان يتفرج فيه لا يتفرج فيه وكيف يجب ان يذهب حليم اسمه مغربنا هو المفروض في العالم البرامج الذي لديه هدف ثقافي الذي لديه هدف ثقافي حتى تربة وساعات تتمول من البرامج مثل الانتنتيمنت مثل الديفرتيسمن في أي وسيلة إعلام في العالم الديفرتيسمن هو البردويت الذي تبيع برشا وفي المدخيل الديفرتيسمن وفي المدخيل وفي المدخيل الديفرتيس من الديفرتيس عندهم وكيف يخصوا وقت للأطفال وكيف يخصوا وقت للبرامج السياسية للبرامج الثقافية موجودة في تونس المفروض لا توجد قناة رياضية اخبارية لا توجد لكن سمعني عبد الحليم مسعودي نعرفه أستاذ كيف نرجع حسين حسين يعني البرامج هؤلاء هؤلاء المرشي هناك فلوس كما قلتك هناك واحد من أكثر الأعوام التي تصرفهم انكماش اقتصادي الميسر رمضان 40 مليار في الطاولة يعني تقاسموها الناس الذين لا تدخلون في الحكاية ذلك لا تلافظ الانتاج والشركات التي تبيع في الاسباس معني الدومان فيه فلوس ولكن تلافظ هذا نرى نرى من عام العام شركة م التي يملك شركة ماينشير وشركة كبر برشة في السوق أو لديه 70% من السوق ماينشير من السوق مع أنت هو اللي يمثل 70% من الشركات اللي تشري في الاشهار بولينها متاع الاشهار بولينها متاع الاشهار ودينما نقوله فيها تراوك فيما مونابولها كي فيما واحد في اللعبة عنده أكثر من 30% نحنا نقوله ريفيرانس متاعنا قانون 36 سنة 2015 كي واحد يوصل عنده 50 و 60 و 70% من السوق ريفيرانس يحكم في السوق وعنده وضعية هيمنا وعنده يستغل وضعية هيمنا هذه لكن هذا القانون 36 لا يمنع هذا يمنع استغلال وضعية هيمنا هيا يقول لك بقى لا يمنع لا يمنع لا يمنع لا يمنع لا يمنع في القانون لا يمنع لا يمنع لأنه لديك 70% ولكن يمنع إذا كنت تستغلت لكي تعملت حاجات سمحني حسين 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 سعر أغلب من المنتوج يبدأ كارتل يعني عباد مدخلين في المرشي يتفهمون ما بعضهم ويضعون سعر ما غير لهم ونفسها يبدأ ثلاثة مدخلين في المرشي مثلا يبدأ ما غير لهم يكونوا كارتل يبدأ يتبعون في بعضهم ويبدأون مثل أوريدو تونيسي تلكم لا يمنع يبدأون ما يقول العباد يقول أنك تتبع المرشي يسعب من خمسة من الناس خمسة مدخلين في المرشي يسعب أن تتبعوا بعضهم ويطلعوا في الأسعار لا تتفهموا على الأسعار مباشرة ما نقوله أنك تتبع شركة أكثر من ثلاثين بالمئة من المرشي تصغر في عدد المدخلين في المرشي لذلك تسهل المفاهمات ما هو مخالف القانون المخالف من القانون أنك تأخذ أو تحافظ على وضعية احتكارية و أنت لا تحترم المنافسة تأخذ وضعية احتكارية بابتكار عملت براءة اختراع تعطيك احتكار أربعة خمسة عشرين سنة عشرين سنة كل أنت والدول براءة اختراع لذلك تأخذ لذلك تأخذ احتكار قانوني لكن عندما تبدأ أنك تسيطر على المرشي أو تحافظ على السيطرة متاعك على المرشي و أنت تمقص في العباد هذا يسمى أبوط دومينانت هذا هو مهم في علاقة بالمجمع قبل أن نسكر هذا فقط يظلوا أي أو كرتل من عارة التي تفهموا تدخلوا بشركة تعملوا شركة مع بعضهم أو كرتل لذلك لدينا شركة وضعية هذه لديها 70% من مرشي و ما هي تعمل مرة أخرى ما هي تعمل معناها 70% من مرشي معناها هي تتمثل 70% من الشركات لمعامل البنوك التي تعمل ببليشتات التي تخذها الشركة هذه تسيطر على المنافسين المتاحها و تعمل و تعمل في الإدماج الأفقي معناها تشري و تخدم هذه الشركة و تخدم و تخدم المنافس التي تعمل و لا تعمل هي التي تسيطر على اللعبة لا تعمل و لا تعمل كيف تحصل هذه المنافسين؟ هذه المنافسين في الوقت قبل الأخرين عندها قلنا هي شركة لبنانية بفلوس إماراتية لذلك عندها أكثر أموال من المنافسين المتاحها و عندها و عندها كبيرة تعمل أكثر من 300 شخص يعمل عندهم جمارية التي وصلوا لغة هذه لا تعمل ولكن المشكلة التي تعملها في هذه المنافسين وهنا تدخل ممنوع أو 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 و لا تعمل أكثر من المميزة 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 أحضر لكن يقوم و لا تعمل التي تعمل لتعمل و لا تعمل حتى 70% من المميزة و لا تعمل حتى لا تعمل من المميزة شركات الاجنس من الحديث والمجمعpped الساعدة التي تحقق هذه الاجنس أسعني شركات الطنس من هذا النهادة ينقب على بعض الشركات الاجنسة ولكن في نهاية الاجنس ويرض على بعض الشركات إذا كان الاجنس centبة طنس بعد ذلك الشركاتuju الأعلان تحقق هل عملت أول курcia سبعين بالمئة من الشركات فالتلفزة لم يكن لديها الناس معهم التلفزة في تونس أصحاب القنوات التلفزية في تونس عبارة أكل فلاح صغير الذي لم يكن لديه ملكية مثل الأرض ولم يكن لديه إدماج بنكي ويجيب أن يبيعه السماس ويجيب أن يكون لديه القمح في نفس وضعية لهيمنة التلفزة تجاه ما نشير تقعد معها على الطاولة لم يكن لديه ما تقول معها إذا كانت تحب تقوم بقى تحب تعدي قليل يجب أن ترضخ للقواعد التالي إيجب أن تقوم بقى فأنا سأقوم بذلك التلفزة والمينشير والجروب أم يوجد أجانس يواجه والبطول يأخذ الطريست الطريست لهم المنتجات لأنك 70% الطريست يقول أن كل طريقي يأخذ الطريست في الطريست يجب أن يصرفون لذلك تقول لدينا صمصيرة كبيرة أنت عندما عندك شخص في ريبرتوريه المنتوجات الكل المقارن الكل ومشي الكل في الوحدة يجب أن تخدم مع الذي يسيطر على الأشهر الذي يسيطر على الأشهر يسيطر على البرامج يسيطر على الإنتاج ويسيطر على كيفية الفلوس قاعدة الدور هذه المأساة التي نعيش فيها حتى يتفرج في حاجة تفرج في الحجام ديما ديما أنه يسيطر على الأشهر في الحجام الحجام أضع سمارة هكذا الحجام الذين يسيطر على المغروم يسيطر على الأشهر سيطر على الأشهر سيطر على الأشهر سيطر على الأشهر سيطر على الأشهر ويسيطر على الأشهر إذا أضعوا أشهر تفرجوا أشهر ونحن نقولون لا نحب إشهر لا نحب إشهر لماذا؟ لأننا نحكيه ويأتي من بعض مباركة مباركة يضعوا بيبلي سيتيمتع ميستر نجموش أما كان هناك عباد منتجين صغار عندهم منتوجات صغار وكل شيء يحبون أن نقوم بيبلي سيتيمتعوا بيبلي سيتيمتعهم رواعنا أكثر من ثلاثة أو أربعة منيس يتفرجون فينا لذلك حاجة مهمة برجة وصو عشرة تاو نعم، لذلك لديهم كونيكشون لذلك تسعة لذلك لديهم شورت لذلك شورتها مينشير شورتها في سبعة ثمانية سنين الأخرين لذلك كل عام تختار تلفزة بضحية جديدة تطمحها بالفلوس في أول عام كما أسمى سارة يأتيوا يخضروا عند الفلاحة في أول عام يتمعوهم بالفلوس حكينا فيها برشة في الدقلة يتمعوهم بالفلوس كالتلفز هذه تطلع تجيب الوجوه الإعلامية اللي معروفة وليم تبدلوش بعد تجيب كونكريت مور سامير لويف سامير لويف جيناو في الورتاني كان موجود في الحبس وراجع في رمضان في الحبس كان موجود في الحبس يجيبوه هذا هو عام على زوج مرم بالقاضي قد شويتهكم على العبادة بشي تشمتوا فيك العبادة لذلك الوجوه الإعلامية وبكر عكيشة نعرفهم في الراديو في التلفزة وبكر عكيشة أخرج من الأمور السياسية كل وليم فلاحة وبركا وليم سنيتنا سنيتهم وتنتج البرامج يعودوا رسكلة البرامج ومبيدهم التلبزة تطلع التونس يشوفها عام كامل وبعد العام وبعده تختفي لا يفهمش وهو خطر مينشير في أول العام تسبق لهم مليار مليار ونص ونصدق من الأمر ونصدق من الأمر ونصدق من الأمر ونصدق من الأمر ما تعملها؟ كيف تحدث كيف تحدث الفونس المعام مينشير هو وسيط ما بين معمر يحبي بيع قزوز ومقرونة وتلفزة وفي تلفيزة يأخذ على العملية 15% من المعمل وذلك هذه هي كالقانونة قانونة بعد يذهب للتلفزة يقول لها اسمعني هل تعمل معي او تطير قرنك؟ ليس أنا مسبق لك فلوز و لا تنجمش تعيش كما نعدي لك لذلك في عوض ما نعطيك على مليار 850 ألف دينار لكي تعملي رميز على السعر التقايق وكي نعطيك كان 500 ألف دينار أو 300 ألف دينار وكي نعطيه في مكتوبك ماينشير وهذا شفنا وكي نعطيه ماينشير وكي نعطيه ماينشير وكي نعطيه وهذا هو البيتوبوزيشون هذا البيتوبوزيشون معناها التلفزة المفروض تصور 850 ألف دينار على كل مليار قاعدة تصور كان في 100 مليون 300 مليون والباقي يمشي الماينشير أنا فما حاجب شو نقولها الحقيقة لحظتها وقتين يبدين نتعديو في الوسائل العلم وقتين نعطيه في الوسائل العلم نحن قبل أن نعطيه في الوسائل العلم لن يستطيع أن نعطيه ونحن نأخذين قرار انه بش نسميه الناس الكل بعد ولينا نعطيه في الوسائل العلم يكلمون العباد وانا ليش فاهم حكينا في الابيزود أسألة أنا شخصيا نشوف والذي يستعملون كضغط على المستشهرين يقول أما تعطيونا أكثر أما تعطيونا أما تعطيونا أما تلافذ نحن نعطيه نحن نعطيه نحن نعطيه نحن نعطيه في القناة كيفما التاسعة في البرنامج في الماتون في وسط القناة يأعملوا أشهار الكرفور يأعملوا الكرفور تعاون القدرة الشرائيية مع anywhere معناها عن أخر سريع عن competition في وسط البرنامج ونحن بالتحكي على قدرة شرائية واقتصاد وسياسة وكذا يأتحدى الكرفور معلومة معلومات الأخرى يتقالوا على الاقتصاد أو على السياسة وإذا worth وهذا شيء مخترق كانت مارين بالقاضية في الحوار كانت لديها بولينة لماذا يعطيك الأحساس لكل برنامج مع أهلا بيبليشيتهم والتالب ذا خرجت منها لحكي لم تكن لديها تالب ذا جاءت الموذيع معروفة يتحب تعمل البروديكشون أما ذاكت أكثر في راديويت سمحني سيدة برشا في البرامج متع الطبخ يبدأ الشيخ يطيب كل شيء يضع يضع هذا يتحق الشيخ مفقه 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 وينجيبون وينجيبون هذا يسمى أشهر عنيف يسمى أشهر عنيف هناك قوانين جديد ويقولت هذه البرامج تكتب برنامج إشهري أو هذه الفاقرة اشهرية مش تنقص من العنف الوسائل اللي عليها ببرا براديو امل ليلى تعيت لنا كل هارة ربعة من النهار الوليني وعمرها مواخرت وعمرها ما ما حسبت دونك مدى ما حكينا علي عايتونا وينساونا وينساونا ويساونا بينا نعم تحية لها تحية لها وراديو النفزاوة افم ومين قفصة راديو النفزاوة افم عنك راديو راديو نفزاوة فاطيما والعباد اللي يخدموا معهم الكل عباد ممتازين وفي وقت هبطنا نخدموا عن الدقلة استقبلونا واحنا في كل وقت نحاولوا معناها نمدوهم باللي عنا بالمعلومات اللي عنا بالمعلومات اللي عنا والحقيقة ما نجم قفصة زيدا ما نجم قفصة زيدا ما نجم قفصة زيدا ما نجم قفصة زيدا يطبعونا ويعديونا وديما يحبوا كل ما فهمة أليرت عن حاجة يحشموا وسائل إعليم ولا يخافوا باش نعديوها خاصة كده فيها نقد لذيع 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 لرأس السلطة وكذا ما يوخروش لا تكرش سلطة وساقين سلطة كل شيء نوخدو نسي كل كل شيء أما خلنا جعل باتنا تخافوش سبع لي باس برضو عصابة شوالي فهي الموضوع اللي قاد نحكي فيه أنه ليه لحظة مشكين حوسين ما تحكي حوسين كان يحكي 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 ولينا باخل بعض خاطر نتبع في منموم لدينا الشركات معانا ماينشير تحكم في التلفز كل عام انها التلفز يتطلع بالحكاية الريستورن هذي معناها التلفز اللي المفروض تدخل زوز ثلاثة ملايين دينار من الأشهر واللي البري أفشي متاحها في الكتالوج متاحها مثلا ثلاثة مليون دينار على الببليسيتي واللي لزالانسور كي يحبوا يشوفوا السوق متع الببليسيتي مع المعامل وشركات والبنوك وكذا يشوفوا اللي التلفز هذه تبيع في تقايقها مثلا أشهر كل ثلاثة مليون دينار في الحقيقة ليس قاد تدخل كان ثمانمائة ألف دينار مليون دينار بركة والباقي يمشي المينشير اذا يجب ان تدخلوا على الببليسيتي فلا تردوا في الحالة وأن تردوا حقا بخير ببقى حتى حقا بير على فضلك أيضا تردوا حقا بشكل متحق يأخذ الناس المشكلة هي التلفزة في الأخر يكون ليس شخص يكون عمل التلفزة بشي تخل في السياسة أو عمل التلفزة بخاطر حبيب أو عمل التلفزة خاطره منتج تلفز كما جميع الكل التلفزة تأتيك تأتيك امفلوانس على السياسة ولكن التلفزة زادة الأشخاص اللي يخدمون فيها وكل ما فاما كل عام تتعامل مع مع مينشير تصيبها وتخليها التفلس والذيء قاسي والضحايا والضحايا والعباد الذين يخدمون في وسطه هؤلاء الذين لا يخدمون في شهرهم ويقعدون في شهر لذلك مينشير لديها وضعية هيمنة وعندها استغلال الوضعية الهيمنة لتنجم تبرر الوضعية الهيمنة لديها ويقول لك لديها 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 سيجما زارجوني والذي لا يعمل لديها 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 الكوانتاة مثلا لديها لديها مثلا نقطة يجب أن تجرب، يجب أن تعمل تنكات كاليتي، مثلاً فوكس جروب، يجب أن يأخذ أثناء شخص من كافة الفئات أو ربريزنتاتيف بالنسبة للسيجمات ويجعلون كريتيك على منتوج معين كي يبدأ في مزال مهوش بروديو لذلك الدومين هذي مهوش ديفلوبي برشا في تونس، على خاطر ما فهم إش برشا شركات قاعدة تخدم فمش برشارك تعمل منافسة صبر القراء، معناها سمحني لوديمات، يجب أن تعمل لوديمات، تلافذ يكونوا أبوني لك يشريوا من عندك أبونمان شهري، باش أنت كل شهر تقولوا يا تلافذة، يا تاسعة، يا حوار، يا نسبة لك عملت اثنين، ولا عشرة، ولا خمسين بالمئة، نسبة مشاهدة وكيفش يحسبوهم؟ كيفش يحسبوهم؟ كيفش يحسبوهم اليو؟ هترمروا بمراحل مختلفة، قبل كانوا في العاصمة يسلوا الأعباد بالبورتة بورتة يمشيوا الأعباد يسلوهم، توا الوحيدة، المؤسسة الوحيدة من ستة ولا سبعة سنوات التي قاعدت عندها تلافذ أبوني لها هي ميديا سكان ميديا سكان باش تحسب نسبة المشاهدة، تحسبها كل جمعتين، معناها مرة في الشهر، جمعتين بركة في الشهر تحسبها على أعباد موجودين في تونس، وصوصة وصفيقس، مثل هذا في عدد السكان والتفرق السكاني في الأعمار وفي الجنس التي تعطيها اليانيس لم يكن من تونسي فوق 40 سنة أو 30 سنة، ومن المرأة ومن الراجل ويعملوهم بالتاليفون، عندهم أنكيت، يكلموا العباد، يكلموهم مدة ثمانية دقائق كلموك ذي؟ غير، ما نعرفه، ما نعرفه، ما نعرفه، ما نعرفه، ما نعرفه بالتأكيد، ما نعرفه، ما نعرفه، ما نعرفه ثمانية دقائق وديك عندهم حاجات علمية في الستاتيستيك يخرج لك بكل إشانتيان يكلموا يظهر لي 1200 عبد على 600 عبد على جماعتين سمحني يكلموا 600 عبد في اليوم وكال600 عبد هذوكم يعملوا الإشانتيانات ويخرجوا نسبة المشاهدة المشكلة اللي وقت اللي أنصير قبل قلت لكم يأتي للميندشير ومو 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 ومباكت يقول لهم يخي البرودوين متاعي لم يكن نعديه في التلفزة الفلانية الشهر اللي عم ناول وكان يعمل لي مكتعات وكل شيء لماذا سنة تقولوا لي برنامج هذه المعاش نجح؟ قلوا لهم هاو ميديا سكان قد يشغلت نسبة المشاهدة وكل عام قبل رمضان تصير فعلا ميديا سكان يأتي ويقول لهم لكم ظلميننا لو نحن نعمل في نسبة المشاهدة وانتم تطلموا فينا نسمعها خاصة في رمضان دو يتعارك التاسعة والحوار ويتعاركة كبيرة هو العركة كبيرة ما بين التاسعة والحوار قبل رمضان بدأوا وقت نوفل وذول لوتفل عبداللي عملوا ديزميسيون فرد وقت نوفل ورثين ولوتفل عبداللي واحد يقولوا ها ميديا الزرقوني يخدم معاكم الزرقوني كان كرونيكور عند مريم بالقادي يخدم معاكم دون كتلع فيكم وبكلفوف على هديك سيجما كونسي خرجت ما عادش أبوني لها تلافز قاعدة كان ميديا سكان وميديا سكان هي السلاح اللي يستعملوا ماينشير مثلا باش يبرر للانانصر عليش يحط في فلوسه في التلبسة الفلانية ومش في التلبسة الفلانية والهنافة ممشكلة كبيرة متاع شك في انه فهم التوافق معناه حتى لحقيقة أنا حكيت معهم العبيد متاع ميديا سكان وشفت اللي علميا ينجم يكون تقنيت الاحصاء متاحه مصحيح لا تنجم تتحكم فيهم كيف تحب ودوتو تليمانيار كل عام فيما يستفت والباقي تشكي ما يقرر ان يكون ابوني عند ميديا سكان وانتي كتلفزة تحب تكون ابوني وعليش نسكن مشيوه عنده عليش مشيوه عنده زرغوني خطر بعد العركة بعد العركة ديك ما عادش يخدم أنا عارف في فرنسا كل واحد عنده بواتي يمشي ويختاروا 1200 و33 ومن عش قديش يرى بواتي يركب على الرسيبتور والرسيبتور يبدأ يحسب البواتي قديش قادش في كل شهر هذا هو اللي رك يبدأ واللي تليمانيكت معناه الحساب يصير واحد لا 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 في العالم الحساب يجي موش على طريقة صبر أراء صبر أراء على طريقة تندنتين حسابات معناها عندهم المعلومة تجي كما توا واحد اللي عندهم السيرفور تالي بي تي في اللي عنده سيرفور تالي بي تي في يعرف بالضبط ما نعقدش عنا من تونسي ميتين وخمسنا الف تونسي عندهم بي تي في كاو يظهر لي هذي عندو كان فما أوركا و ألفا وواحد فما واحد منهم مغير بي 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 سيتي قال ينا عندي ميتين وخمسنا الف أبونيه قد له قد له واحد برق قالك عندي ميتين وخمسنا الف أبونيه سيرفور بارك بربي لي 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 سيرفور كما لي 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 لين قاله فيها مدير باكا وفيها طعم تجاسكان وقيقا فيني لبقى عليه ما تقولش خيره ما تقولش خيره فمبرش عبيل حبيعا تتحبب ع تترياحه زو شكوله بسيكن كنه حبيعا رأينا حقاً نقرأ في البيتل في الإبتلصان لديك تحديدك الضياب ولكن من عابد حال الوطنية ومن عابد حال الجنوبية ولكن حبيت أن نقارن ومعنا تحديد ومعنا تحديده أحدهم لا يريدهم كثيرا؟ لا يريد الترتيب لا يريد الإبتلصان ومعناه أنها لا يريد الإبتلصان يقول إبتلصان المفيد في العالم الحكاية هذه محصومة يحسب بواكه في تون الصبر أراء وصبر أراء تعمل في شركة بركة وشركة بركة ما فماش ما فماش كنتر بواليها دونك إذا كان تحب إذا كان نهار تحب تلعب لعبة خيبة تلجم تلعب لعبة خيبة ولكن هنا عندي مشكلة صغيرة ولكن يجب أن يلعبوا في لعبة نظيفة ومينشير تستعمل فيهم وكهو المشكلة التي بعد سنوات من سنين نطلعوا تلفزة ونهبطوا تلفزة وسنين لكي نخدموا التلفزة الفلانية وهي اللي بيش تنجح مينشير بعد الانتغرation هوريزونتال عملت انتغرation فيرتكال بعد ما شريت اللي تتحكم شكون يخدم وشكون يربح فلوس وشكون يربحش فلوس وفلسة اللي تحب تفلسه بالدامبينج معناها وقت اللي تكسر الأسواء وطلعت اللي تحب تطلعه بش تنجم هي تسيطر على السوق ولا تدخله في الانتاج ولا تدخله في الانتاج مينشير سنين في رمضان للمرة الثالثة لتنتج مسلسل في رمضان لتنتج مسلسل مع نسمة عبد الحميد بوشنق اسمها هي كمينشير ولا الجروب أم ولا شكون معناها المجمع المجمع الشركة تابعة هم تقرأوا المنتج عبد الحميد بوشنق وبربا شركة الانتاج تقاوزوا ثلاثة شركة الانتاج ولكن اللي في السوق الكل يعفل هي مينشير وهي حتى فلوس منتج أو مخرج ماذا قاله منتج مخرج دجا غياليزاتور ولكن في الانتاج بشنقاه هو يحط خوفه باشا منتج عميش سميته على خطر وقتش مينشير ولا تنتج على طريق ووقت اللي خرج عمل الفيديو عمل الفيديو اللي عجبت ناس الكل وعطتلي الفيديو في موزاييك موزاييك ووقت اللي إليه كريتيكي معناها بيها الفيديو بطريقة تلمان بيها الفيديو كتذكر له أي ريناه أنا ويا كذور اللي في النهارة عد ميلادي وقعدنا نحكي معا قلنا له قلنا له تقول فيه كلام كي توافق معا ليرتو يجبنا نحكي مع بعضنا وكل شي ويستفر اللي بعدها بعد ما قال الكلام هذيك فيس عما تخلف الصف كي تخلف الكلام هذيك وقتها نقض الببليسيتي ونقض ببليسيتي في تونس والشركات هذو متاع الاجانس دو كوم والغيجي دي سباس هما اللي تحكم في شكون يطلعوا وشكون يهبطوا ولا يخدم عند واحدة فيهم يخدم عند الكبيرة فيهم يخدم معا يخدم عند لخطر في الأخر معناها اللي عبد في السوق شنو يقول يقول نسمة ما تفرش فيها تحت وما عنده انتاج جايبة من المواطنين ماذا يشيرون عندما تحكم يشيرون كراهاب أيها سفرات أيها اعطا أعطيت فيها كما يتحطوا فينا يقول يقول لك راهو الصنداج مثلا يقول لك ميديا سكان السنة تحط لك سبوعي لوليني ديما باش تنجم تبلاسي تحت ونسيبتي العزيزة باش العباد ما تبهدش لي نسمة ثانية ونسمة تقعد طالع عام كامل باش تنجم ماينشير تقنع ليزانانسور باش يحطوا فلوسها الكل في نسمة في رمضان وفي رمضان اشنو بشي يصير الفلوس الكل اللي داخل النسمة في الاشهار نسمة ما يشتاخد منها كان 10 او 15 بالمية ماكسيما و 85 بالمية بشي يمشي الماينشير كيفاش هاذا ARM15 بالمية كوميسيما على المعمل ولا الشركة ولا البانكة اللي باش تعمل ببgaspي هذكا عقهم عندها ريستورن اللي تفرضها على نسمة في الببلب посмотреть واللي هي قولنا تنجم تعملها كان على خاطر عندها وضعية هاي منها ليه مش حقها برشا لليه مش حقها برشا hype حاطرة هاي متعملها كان خاطر عندها وضعية هاي منها وخاطرة تستغل في وضعية هاي منها وهي من تخليها تأخذ برشة بارشة بارشة وزيد هي كمنتج ومنتج منتج المسلسل لتأخذ كيف يصير في رمضان يأتي منتج يعمل مسلسل أو كاميرا كاشية أو إميسيون ويأتي بيعها للتلفزة يمدلها الـ CD ويقول لها الـ 70% و30% معناها في الأخر تأخذ الجيدة هي العملات من الـ يأخذ منها الفتفات التلفزة والجواب الكبيرة لكي تقوم بإجانس هل هذه حولها عملتها مع نسمة ومعنا او مع كاتج بلوس وكان الأمر الـ يأخذ موخرج بالتأخذ مرة الثالثة مع عبد الحميدة البوشنق ماذا تجد معه؟ أجد معه مسلسل نوبا نوبا ثنين ومن بعد المرة الثانية ليس مع عبد الحميد بوشنيق المرة الثانية مع الكيب اللي اخت مبارشا مع سيمي الفهري اللي عملوا في المسلسلات كانت تذكروا عمناه الفيلم صار وبعد الفيلم مبيد ولا مسلسل في رمضان ايه تورج في الفيلم وذكا ولا كيفش عرفتو عمناه؟ منت في بونطقة وكريم الغربي كاميل تويتي على خد ما تونس فميش الفيلم قالوا اعملوا فيلم عمني القيه عرفتو شوائي فليم دجان تفارش فهم الكل ايه ابوني انتي ابوني في ميديا سكانزي من وقت فيلم بعد قسموه تروف عملوه مسلسل على ذلك الانتاج الثاني والانتاج الثالث السنية هو مسلسل نتع نسمك؟ الفيلم يحكي على الوزير الاول يلوش في كنز يضحك على الاخر قلت يضحك على الاخر ما انا اسور منك يضحك كيف تفرج عليه؟ لا تفرجه في البروديو التونسي والحاجة الثالثة نحن نعيش في تونس نحن نعيش في تونس كامل المثال الثالث السنية كان هناك شركة اخرى متاع متاع في الانتاج معناها عملوا الانتغراسيون عملوا الادماج العمودي وهذا يخلي مشكلة كبيرة أولا معناها في السنوات القادمة ينجوا في كل شيء وهما يتحكمونك في المشهد الإعلامي وهما ديما نذكر اللي راسمي لهم 49% أجنبي واللي حتى الواحده 50% متاع 2 سريحاتينهم فساد هذا الحاجة الأولانية الحاجة الثانية وقت اللي أنت تجي للمشهد الإعلامي تطوعه كيف تحب أنت في الأخرى تحكم أنت في اللعبة السياسية وتحكم أنت في اللعبة الاقتصادية وفي الأخرى تجد تلافظنا لا يمكن أن يخلصوا في الخدمة كل عام تطلع تلفزة وتفلس وتخلي بلاسة تلفزة أخرى ولا لدينا إنتاج من برامج بها ولا لدينا عباد تنجم تبع التلفزة وهذه اللي تشوف في التلفزة بتبعط الحال بشيء يفعل في سينما ومجتمع ما عندوش مشهد إعلامي اغني ويثقف ومختلف ومعندوش سينما حية هو مجتمع عندو معناها نقص نقص حاجة مهمة برشة في الوعي في الثقافة سمحني حسيم نشوف العالم تاوك في شقاعد يتطور نشوف الشركة كيمة ديسنة تشري في كل شيء تشري في القنوات التلفزية متاع السبور متاع الإعلام تشري في الميزون تاوكشون 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 لا يوجد فرصة أني تفرجت في الأعمال ولكن أبداً لديه تلان لا يوجد في الكثير إذا كنت في بقعة تلقى بروفيل كيف تلقى بروفيل هذا سيسير أن تنفستي فيه بسج شرية مبابي هذه الخدمة حتى الأزارتيست حتى الأزارتيست الأخرين منكم كل يجب أن يخلصوا أبوزهم لا يمكن أن تذهب إلى التلفزة الوطنية أو لا يذهب ويمكن أن تتعطي حق في الحقوق الفنية ويستطيع أن ترى حقوق المجمع الذي يتعادل كل يوم في التلفزة ويجب أن يكون مختصة فرنك سيكون يجب أن يفسر في نومين ويجب أن نرى حقوق المجمع لا فقط قبل أن نعود إلى هذا معناها لأننا كلنا متجهين العالم الكل متجهة أن شركات تملك البروسسوس de production من الأول لتحضر حتى لتحضر 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 ما هي الأشكال ما هي الأشكال التي تتعطي من المتحدث لتحضر لتحضر بين التلفز وشركات الإنتاج مقلوبة أن تحضر التلفز تتدلل على الأنسور وأن تتدلل على التلفز هذا سؤالي أن غدوة للتعامل وحدهم وحدهم والذي تحضر لتحضر لتحضر ما هي الأشكال بالنسبة للمرشي كيف تونس المشكلة في المرشي كيف تونس تغلق من المنطبول معناها إذا كان لدينا لتحضر 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 هذه لعبة مالية لتحضر العام والعباد الذين يخدمهم لن يخلص الحاجة الثالثة في الأخر الذي تخدم رؤية بركة من قرارها عبد بركة لتحضر إذا كان أنت برشا جروب أم يعمل نفس الشي لا يأمن الناس الكلي نفس الحكاة ووقتها إذا كان واحد مع دور سبعين بالمئة لتحضر المنافس لتحضر 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 خمسة سنين وست سنين لتالي كانوا المنتجين هما الضحايا وثمانية سنين لتحضر لتحضر الممثلين كانوا الضحايا لتحضر أنا نرومان كلهم ملياردار يعني تحسب الحقوق المؤلف وعند تحضر وجهه كل يوم في الثالث نرمال ترى أقوى سري في أمريكا لم يكن من 2004 لم يكن في العام دخلوا 1 مليون دولار لتحضر نحن في تونس لا تحضر لا تحضر لا تحضر لا تحضر المفيد هناك حلقة لتكون ضعيفة هذه الحلقة لتكون ضحكة وهي لتكون ضحية بعد المشهد الأعليمي قبل الثورة كان فيه عبد الهيبة عبد الله كان فيه هو الذي كان يختار عبد الله الثورة عبد الله المعند عبد الله وقتها الفلوس الكبيرة النسبة الكبيرة من الأموال التي تحط على الأشهر هي من الأشهر العمومي ونصور حتى الطوافة كبيرة 6 ايان جينيسير طح طح وقتها كانت الدولة التي تلعب اللعبة وتختار وتطلع فلان وتطبط فلان وتستغل الوضع تتوى عندك شركة بريفي بالمونوبول التي تلعب اللعبها بعد سمحني رامي عنها حكاية الشهر العمومي معناها فلوس الشركات العمومية التي نحن نمول فيها بالضرائب و بالإتوات التي ندفع فيها ما هوش معقول اللي سيبوا فلوسهم تونيسي تلك حتى ما بين 4-5 مليون دينار فما تونيسير تحط تعمل تونيسي في تونس تعمل تعمل ستين تعمل في التلفزة التونسية تزميح التلفزة تزميح التلفزة البنوك العمومية تعمل نعم تعمل 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 تشاركة تعمل تجمع تونيسي تلكم تعمل تونيسي تلكم تعمل تونيسي تلكم تعمل تكتل تعمل تحكيح التامن تعمل تلاتة في الوطنية وتحركوا تعمل تشاركوا تعمل تلاتة نحن نصور ونرثين لنهبطه لأحد لأن العبيد تفضل من الجمعة خسرينها برابور أنتم لا تتفررون لا يعلم ما حصل في الجمعة ونحن لا تتعرض لذا البيدرجي من التونيسي تفضل التعرض مع المينشير وقام الأنكية لأن الأرقام التي أعطيه لأنها سبب المشاهدة مثل الأنباك وكل شيء صحيح ولي وطلب لكي يرى بماذا يتكلف له دقيقة شهر والقاروح وخاء معت القاروح وفاقي الحكاية الرستورن قاعد يدفع فلوس أكثر من اللازم لذلك بدأت التعامل مع مينشير ومشي حل أبل دوفر أخرى بشركة الأجانس ديكم الأخرين ولكن حتى كيف يعمل هذه الحكاية بش تقعد بفرد إطار ليه وتناجم أجانس ديكم تجري من عند مينشير من بعض كما صارت الحكاية بوكس وليد القروي معناها كي تختارك تقول لك برا ما يخوض المرشي هذك بش تقعد أنت في اسكوهاية تتحكم في المرشي بش تخدم عندها ولكن هذا حكيناها خطر بدنا الإشهار العمومي اللي يمشي وينقص ولكن ميزان موجود نرجع للسوق الإعلام وقت اللي المشهد الإعلامي يفسد وقت اللي ما عادش عندك سينما وما عادش عندك تلفزة المجتمع بش يكون أقل ثقافة بش يكون أقل وعي بش يكون أقل أقل ثقافة كي ما يتفرش في جماعة ذوكم بالعكس أنا أعتقد أن كنت سكر تلفزة في تونس غيرك بالوقت أي ما هو هذي اللي يحكي فيه بالطبع الدارية تربح كنت فرش في أميسيون بتاع مثقفين في تونس فهل تنجم تخسر ثقافة أو لا؟ معنى تولي تسأل العالم ثقافة نظر كانت توقع تغذر لتلفزة كحلا تنجح تولي تشوفوا جيد تأمل أعصابك تارتيح أكثر أنا مانيش مع الثقافة من خمامشة من خمامشة من خمامشة من خمامشة موزارة خير من بلطة وكلها ثقافة باوا هاينولين الحقيقة رامي رامي والله أنا معاك شعب أهوية شعب أهوية شعب أهوية أما هكي الحقيقة شمجاي 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 بلطة يخير من موزارة ببرشة يخيش فيش حكيه معنى أعمال ألو ألو موزارة شوش تحكي معنى عمل مليار فو ماهوش عمل مليار فو شبك تسمي في موزار شمجاي بوف الحكيه معنى الثقافة معنى لما هو التقف شعب اذا كان موجود لديك مشاهد علمي حي اذا كان موجود لديك مشاهد مثل دراما مثل سينما مثل مسرح مثل مسرح خدير 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 هكي سكرتها في وجه اخوان الرجل كل المثالسلات هكي قاعدين هكي كان موزارة ديليب جمع هكي كان موزارة وإذا كان لديك شرطو إعلام أنا ما نجبج زوماليئي في المصرح زوماليئ زوماليئي في المصرح شرطو ما عندكش إعلام النجم يلعب بلعبة السلطة الرابعة تسيش لي الإعلام فنالما نرمالما يكون هو يكون الكنتر بوا متاع اللي يصير في الحكومة والليوم عايشين في إعلام عمومي ولا إعلام حكومي والليوم عايشين في إعلام اللي معنا مخنوق يستحق الفلوس وما عايش نجم ينتج ديز إميسيون اللي يفهم حوار سياسي صحيح اللي يفهم نقض صحيح إذا كان نخسرو هدي الكل مخسرنا حاجة في المجتمع متاعنا وعليش ما عجعنا برامج سياسي ما عجعنا برامج سياسي دابور خطر لو أيتعرف جيب مشكل جيب دخل حبس جيب المشكل قبل كانوا فهمل زوماليزانانسور وتفرج في قبل خطر تدريع أولاد والخضرة وكذين بعد ديز إجب شياس معنا كنفام أوديمان وكذين فهمل عباد تنسيوش قبل راهوا الأحزاب سياسي كانوا مترشحين سياسي مترشحين الرئاسة عندهم تلفز والأحزاب عندهم تلفز وكان بلاتو متاع تلفز إنه جميع مقرر شكون الوزير اللي يتعين وشكون الوزير اللي يتناح حسين كانوا لعباد يتفرجوا وكل العباد يتفرج وبيان كوكورة السروط يمنع سمحني حسين بش نرجع خطوة تالية على حكاية الثقافة وكذين فما فرق بين برامج الثقافية وبرامج الترفيهية ونجد أن نخلطه بين البرامج الترفيهية والبرامج الثقافية مثلا كيف تعمل برنامج كوبي كولي نجمو نقوله على توش بامو بوست سيغيل حنونا وكذا وكذا معنى تجلب بلاتو متاع بيد وتعمل ذهبنينك حاجات تضحكوا وإلا بش ينقضوا بعضهم يحطوا التصويرات هذا ما رأيك فيه هذا ما رأيك فيه ما رأيك فيه لذلك يبدو أن ينقضوا بعضهم هذا ما رأيك فيه ثقافة تريد بوبيل ما رأيك فيه لا تريد بوبيل أنا حقيقة شخصية كنت طالب كنت نروح مرفاك تاعب ونحل التلفزن نتفرغ فيه حاجات يفرغ المخ موشعبي والمخ حيث تفهم فنكشون كما تسرجي تليفون كنت تسرجي المخ ومعلومات تفرغ المخ يعني تبدأ ترتاح لذلك لا نحكم على الناس يتفرغ في شيء هذا أما ليس برامج ثقافية لذلك نكون واضحين ليس برامج التي تخرج تبدأ تتعلم شيء لا تستطيع أن تتعلم شيء المشكلة أنه البرامج التي تعدي فيها معلومات يجب أن تأخذ المعلومات وتعمل لها تأليف تأليف يبدأ سهل بالنسبة للعبيدي التي تسمعوه التي تسمعوه التي تسمعوه وما ينجمو يتثقف به مثلا أنا كيف تجيب عبيدي بالنسبة لها أخذ أصل التاريخ بالضبط المشكلة 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 هنا المشكلة بالضبط نحكي على أنا في اليوتيوب البرامج التثقيفية في اليوتيوبر مصري يعمل برشا فيو على خطر يتحدث على حاجات تونسي قلم طويل طويلة 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 أنا أنا ما تفرش في الحاجة أما ما تفرشي قولي حط لي نتفرج من عندك ما يحلش حبت شاي لعقيقة ما نكذبت عن ناس معناها عار أنا ما نفهمش برشة لهجة المصرية ما نفهمهش برشة تفهم تونسي قليلا 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 طويلة طويلة قليلا ممتاز ما نقول أنه توليوتيوب اليوتيوب قاعد يخف في الحف على التلفزة على خاطر العباد اللي متعطشين المتعطشين المعلومات يلقاهم في اليوتيوب يلقاهم عباد تحكي يلقاهم عباد تجيب ديز أعنكدوت وحتى في اللي فورما كوخ حتى في التيك توك يعملوا كلاسمانة أكثر عشرة أغنى دول ولا أكثر درشنوه والحاجة معناها أنسوليت معناها الثقافة قاعدة ممشية للبلاتفورم الي فيها أفانتاج كبير أنه نسمة تعطشة برشا أنه تلفزة قاتلين يتيحوا والبلاتفورم ديجيتال قاعدين يتلعوا الحاجة الأقل ليس طيارة أنه العباد ما عشتوا يتقر كتب يعني تقولي عنك ثقافة ويكيبيديا يعني تقولي عنك ثقافة أنكدوتيك يعني تقول هارون رشيد بعث الشرلو كان منغيلا ما هي المعاني اللي وراهة ما هي علاقة ما بين الدول الإسلامية ودول أوروبية وقتاً لا تتعرف المعلومات كل في الديتاع مهم برشا أنه في محبيد لا تتعطينا شيئا ما همش قاعدين يلقو فيه في التلفزة لخاطر مهيش حاجة تعمل حاجة تتخفي حاجة تتخفي حاجة تتخفي أمنيو دعشن مع برهيم سايس يا دهم يحاول الط пожري أمنيو تعيش بنحال أمنيو تعيش فيها فيского المحكم الأفضل يجع مماز لأني تلك المشن الخإن الإصالة من الأفضل المشكل أتيت من الأفضل المشيد وكما سبب أتكاد فيه тивها سايس بخصصه ومشت Personality وتُتtraining Всيقف أكبر د neuroscience و сообщ Country فكيف لا تقوير صاحب؟ فقال لأن البقاء تخطي فإنهار و الإنماء و يدخل تلك البقاء و يقولون أنه ما نفعل و يقوم بها في التاسعة و يقوم بها في التاسعة هل أستتعلق في التاسعة ؟ هناك مثل لديه معدن؟ إذا أدني ليس ليس تاسعة مشكلة مع عمر جنيح وقت الانتخابات وقت الانتخابات كانت تأتي بالشكارة ليس بالشكارة حتى معلومة بالشكارة ليس فقط نحن في الأليرت وفي شركة شركة لا تتأتي منها هي التسعة يمكن قابلت أربعة خمسة من الناس قالوا لي أن يقوموني فلوسي التسعة وما يمتلك البعض وكاملتنا وهذا في شكل التسعة في الأن كانت تسعة انتخابات ورغض أحد وفي البرلمان كانت زهر أدريس وحسين جريح كانت التسعة بينما كانت تحول في شهر العسل كانت تسعة انتخابات كانت تحديد سياسية وكانت تحديد من العمل وفي هذه الحكام نشارعوا بالتعامل لقد رأيتنا ما يمكننا الى بحضار الى 60% 60% على التاسعة شيء كبير هذا هو بعد ذلك، أعتقد الكارتاج بلوس كمشيل الكارتاج بلوس لم تعمل هذه الميشين الثقافية وكانت ذكر، طلبها لعبات قالوا، هل تتوقف بك أن تفعلها؟ ومن الناس تتوقف عن حاجة الثقافية ما اسم الميشين؟ التاريخ التاريخ اسمها الإميسيان كان يجب برشة فرحات برشة من فبري رجعت من سبتمبر الجان في مكانش موجودة طلبوها برشة طلبوها الانانسور وكل شيء عملها في فبري بعد كرتج بلس عودوا فلسوها نحن عمنا الممكن تعدينا مرتين ثلاثة كما عشت موجودة تحلت كرتج بلس تلقى حد شيء سنة من عشتها في قناة تونسنا بدأت مع الترفزة تيفي وفي قناة تحلت أنا تعديد معي في كرتج بلس ذهر لي كرتج بلس ذهر لي كرتج بلس ذهر لي كرتج بلس ما أريد أن أقول البروديو الثقافي هذاك إذا كانت تتلفز مهيش ضحية لل أجنس دو كوم وكل عام نفلسوا واحدة ونطلعوا واحدة البرامج الثقافية تواصلت عندما زادك القهوة كانت لدينا أميسيون تقدمها في الوطنية في الوطنية نعم نعم في السباح نعم 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 النعم نعم 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 إنه ستوديو. فما ستوديو في الشرقية. فما ستوديو في ويدليل. في منوبة. في منوبة. فما ستوديو في بتاع النسمة. دونك. المغير. التلفزة باش تنجم تعيش لازمها تملك المتاريال اللي تصور به. مدام تلافز في تونس سيد بخيت نو. معناها أوتوكولان. تنحي من هوني تحط الأوتوكولان واحدة خلال أنجي يتبدل اللوغو متاع التلفزة. ما تبدل حد شي. نفس الكاميرا. نفس البلاتو. نفس العباد. ما يتبدلش. مدام التلفزة ما تملكش هي بيدها المتاريال اللي تصور به. على خاطر ما عندهيش مربوح. مدام. السيتيواشن بشتوديو. هي في تباعية للسيستام هذي. دونك. مهمش كونكورنس. دونك. مهمش عباد قاعدة تتعيش. وهوني مشكلة فيش. على كلمية مليون هذوكم اللي قاعدوا. قد يش يمشي للمنتج. وقد يمشي للسالارياء الصغير. الكدرر. والعباد اللي يتخدم في الرجي. والعباد اللي يتخدم في موضوعكم. هذه هي الحاجة الاخرى. وليلحظناه أن الشركة اللي تابع غروب أم اللي هي منشير. هي تقرر شكون يخدم في المرشي. كواحد يكري كاميرا. كواحد يكري ميكرو ويت. كواحد يكري ضوء كل شي. الشركة هذي كمدام تسيطر على الشركات انتاج متاع الأشهر. تسيطر على شكون يخدم معهم. لذلك تحب تطيح المونافسيين منهم. تسيطر على الشركات اللي يعطيهم المتاريال. تفكهم كل المتاريال اللي يتخدم مع الشركة هذيك. هذيك الأشكال الكبير اللي موجودة. الشركات أوريدو تونسي تليكم و أورانج هما بين الشركات اللي يعملو أكثر ببليسيتي فيها خدمة. حس ما لاحظتنا. من رمضان رمضان ولا من كوب جوماند لكوب جوماند. يحاولوا يعملوا إينوفاسيون. يحاولوا يعملوا كاليتي. على خط الأخرين الكل. يعملوا في الكاليتي. يعملوا في القانتية. معناها تحاولوا ببليسيتي يخدم بيها. فما تحاولوا ببليسيتي معروفين برشا. يعني يحاولوا بل عشرين سنوية بل عشرين سنوية يتعديوه. فما لأيسا معنى الشركات اللي تكون متشاركة مع مركات أجنبية. حتى تكونوا في القانترات ومتاع قداش يتفعوا روائتيز وقداش يتفعوا من المربوه. ديما يحطوا لهم بيجاب مركتينج. مثلا كوكا تفرض على الـSFBT قداش تصرف بيجاب مركتينج. كذلك عليك تقاوم ديما في مراوي الكورة وتقاوم يشاركوا في الحاجات متاع الرياضة. وعندهم برشاة ببليسيتي كيف ديليس مع دانون. يعني ديما كيف يفهم عندك شريك أجنبي يفرض عليك. اللي حتى كانك واحدك في المرشي بشتاعم ببليسيتي. الحاجة التي يعلمها حسيم التي هو المهمة يا البطولة. البطولة من الكورة التي تعب statementها في الطرح البطولة عندما وضعنا ليراقك إفرقوا الرياضة ومن الكورة. الكورة 31 مهم ذلك. الجمعية الكورة للأمو Recht وصل diaryا حالة لتبعي علاجلك إلى الأعصاب للتحرح. الأولى يجب ان يتكونوا بالقترب şeyi السابقين للبطولة المالذي يجب ان اجتب独ة المالذي يجبının حقوق البث الجمعيات يأخذ منهم نصيب مهم عندما ترى الجماعية الكورية في الانجلوتير عندما يفرضوا رواحهم على المرشي كان وقتاً يفكوا حقوقهم من حقوق البث كيف حقوق البث تشريه يوليوا الجماعية الكورية نجموا يعيشون لذلك يفهم أكثر منافسة ليس دائماً جماعية واحدة هي اللي مسيطرة على المرشي رغم اللي أنا من طبع برش الكورية ولكن الحمد لله هو أحد ما يختار الجماعية مسيطرة على المرشي الحمد لله لا تختار شنية جماعية تلك أو تتولد عندك جماعية ذلك أما أنا شخصين نعرف اللي جماعية تالي نحبها ما عندهيش كونكورنس في المرشي لذلك لا تبدأ عندها تفرض روحها البر نعرف أنا اللي المنتخب متاعنا متاع الكورة ما عندهوش عمرنا ما كنا الحقيقة عمرنا ما كنا نخرجوا في حاجات كبيرة عمرنا ما كنا على خاطر على خاطر وعلى خاطر على خاطر موضوع كورة موضوع كورة حكينا على موضوع كورة صديق ما حكينا على وضعية هامنا على المرشي و 70% القانون نحن ش يقول يقول اللي معناه عندك 70% عندك وضعية هامنا لكن ما يولي غير قانوني الوضعية ذلك كما أنت تعمل أبو مثل الوضعية ذلك موضوع كورة موضوع كورة موضوع كورة يطبق القانون مجلس المنافسة المشكلة مجلس المنافسة في هنا عنا حاشي عنا التلافذ المشهد الإعلامي وعنا شركات الإشهار في شركات الإشهار مش قادة يخدم في خدمته الخاطر ديما نحكيو عليه ما عندوش الامكانيات اللازمة قانون تاعه غالط شوفوا فيديو متاع متاع البودكاست يحكي على مجلس المنافسة ما عندوش ما عندوش ما عندوش مجلس المنافسة ما عندوش الحق ينظر فيه كما ما عندوش الحق ينظر في البنوك ما عندوش حق ينظر في شركات الإشهار ومتاع السورانس ومتاع الشركات التليكوم هذا من 2011 القانون قادر قلنا في 2011 قالوا ما فهما كان الهايكاة عند الحق تشوف المواضيع متاع التلافذ دونك صحيح المرشي ما عندوش المرشي فيه واحد هايمن ويستغل في الهايمنة متاعه ومقابل ذلك ما فهم يش الدولة اللي بطبيعتها هي قاعدة تمشي بفلسفة اقتصادية في إدارتها لشأنها الذاتي ما يش قاعدة تسعى بش الأسواق الأخرى ما تكونش فيهم رايحة مهمة بارشة وعندي بارشة أصدقاء يعملوا في القطاع الصحفي ليس الأغلبين نقرأ صحافة سنكونوا واضحين نحن خدمنا على موضوع معين كيف تأخذ الباك ما هي التوجهات التي تعملهم فقنا في تونس كيف تأخذ الباك ليس الأغلبين يمشيوا يعملوا ميتسين يمشيوا يقرأوا بريبا يقرأوا برشة يخرجوا لذلك ما يقرأ صحافة ما يأخذ ديزويت في الباك يقرأ صحافة لذلك تلقى اللي فيما صعوبات كبيرة في التكوين خطر يقرأ صحافة يجب أن يقرر صحافة لذلك لا نتهاكم على العباد ليس لديهم الإمكانيات وكيف نقع صحفيين ديما نرى تلقى عنده ديبلوم آخر خدم في قطاع آخر بارش عبادة معناها تلقاههم جين من قطاعات أخرين لذلك تلقى صعوبات لكي تعمل مناخ يشجع على العباد أن تتوجه صحافة مثلا واحد يقرأ في هارفارد يعمل صحافة يخرج من أحسن صحافين في العالم خطر متكون بالكداء وكل شيء الصحافين اللي احنا موجودين في تونس الخدمة منتاحهم صعبة الإمكانيات منتاحهم محدودة جدا الإمكانيات منتاح التكوين لا أفهم يتكونوا بوحدهم يتكونوا بإمكانياتهم الخاصة والحاجة الثانية لا يتلعوش في اليارارشي بسهولة معناها يتلعو شوية بالأقدم وفي الصحافة وفي الصحافة الاستقصائية قد نرى حاجة بها كتيبة انكفاضة يخدم في خدمات طيارة الحقيقة معناها وفي الصحافة لا يتلعوش في التلفزة نويت لا يتلعوش في الكتيبة لا لا ولينا صدروا في المعالقين ومحلين ماذا نقول لك في الكورة كلهم متوينسة؟ كانوا لا في الإقعاد كان شوالي ويكمل فيه يكمل فيه ويكمل فيه البيقي كل معادش صحيح قبل كون الجزيري متوينسة مع الليبي وليه معالقين أكثر متوينسة الصحافة السياسية تقتضي فيما الطابع النضالي وطابع النضالي موج ديما موجود ويجب أن نعاش أنا واحد من الناس نشوف هيتم المكي على 14 سنة ما رشوفها لحد مراخش نعتبره ومهوش من فرماشون صحافي هو صحافي ظهر لي كازيما ثوين بالمئة سور اللي هو عنده بتاقة متاح صحافي كازيما سور 100% أما مهوش صحافي مظهر ليش كنقرار صحافة فمتش نقصده؟ أعني أحد كيفما هيتم كان من شغالت كان هيتم يسمعنا يأكد أو لا يضع تعليق ظهر لي هيتم قرافليسي بيلوت؟ لا ظهر لي قرافليسي بيلوت؟ تونس نعم نحن نعتبره كنريانا بيلوت هيتم ظهر لي قرافليسي بيلوت ما أعني أحد ما أعني أحد العباد المتفوقين أتمنى أنه كان جيدا كيف عمل بيلوت كيف؟ مو مؤسد من غربية إنجينيور وعمل شركة البروديكشن موراد زغيدي كيف؟ عنده تجربة في المرموقة كل شيء؟ معنى عنا مشكلة ما أنتجناش صحفيين جدد وتجديد وحتى الصحفيين جدد اللي أنتجناهم الهدف اللي كان ثقافته عربية يمشي يحاول البولدين الخليج كان ثقافته ميلة أكثر فرانكوفونية يحاول فيسا يمشي الأوروبا وقالد ينصدروا في الصحفيين بهين نجوفهم ولكن سفري عانا مشكلة تفورمسيون عانا مشكلة متع أكسير الخدمة وعانا مشكلة كان تدخل معنى أنت مش تدخل في تلفزة جديدة شو مش يحطوك؟ مش حطوك تكتب ديباش مش يحطوك أسيستان متاع ريداكتور متاع الماء مش تدخلش في البلاتون هارلوليني ومكش سالارياء وقتي عارفك ما ما يخلصش عارفك سالارياء وما يخلص ولكن معناها الطريق مش تنجم انت نهاري ولي عندك ميكروي ولي عندك التأثير وعندك طويل ياسر هذا العالم لكل هكي سمحني حسيم في العالم هناك شيئا عادية تبيع تفاوت ومحسوبية ويقول لك ميشيل دروكور سبعمائة سنة صحاف يقول لك على قد ما تقرأ على قد ما يجبك تخلص هكيكا نشاجع الناس أنا تقرأ وأنا تتفوق في القرية كان تبيب يقرأ عشر سنين يخلص قد واحد قراءة بك بلوس نورمال ماما يعني نحكي نيفو زيرو من غير التفوق والتالان اللي حكيت لكم الكل كان اللي يجي القرية ما عندهش دخل في قد ما تخلص تقول لي ما عاش تشجع نيس أنا تقرأ مثلا نحكي تواعلي زيارشيتيكت ارشيتيكت يقرأ كينو انجينيور يقرأ ستة سنين كان يشغلت بعد الباك وتواهم يخلصوش حد شايف نحكي على الفرماسي ديما نقرأ برشة فرماسي خمسة سنين وستة سنين وبعد كان عندكش رخصة متخدمش كيف كيف بالنسبة للصحفيين معناها بش كان القراية هذيك يقعدوا يقرأوا وصحفة مش سهلة في الأخر بشمش يخلص مليون مليون ومتين ولا مليون وسبعمية وفي وضعية صعيبة لازم نستعرف لازم نستعرف نحكي على الصحفيين موش نحكي على العبيد اللي يخدموا في انستغرام وبعد يخدموا في التلبزة نحكيش نحكي على الصحفيين اللي قرأوا هالخدمة هذي اللي امتهنوا هذي كيف نجمو نشجعوهم خطر هو القراء ويلزم يفرض وضعيته وتوا كيف مشوف البرامج السياسية ولا الاقتصادية والبرامج الصحفية انجنرال بتبيعه هما بش بداوا ميليون شوية مع الضغط عليش ميليون شوية مع الضغط علي خطر شهريتو من قادي احنا مثلا نخدمو فيه توا في اليرت ما نخلصوش عليه انجنعنا اكثر حرية باش انو ننبوزيو الكلام اللي قاعدين نحكيو فيه وطنعنا اكثر استقلالية اما الصحافي اللي خدمتو هي هذيك الريتريت متاعو هي هذيك كيفش تعمل ذو وضعية صعيبة برشة خاصة نحنا عرفنا كل عشرة سنين متاع مرشي كبير متاع صحافة برشة بيتفرش في الاعلان كيفش نجمو نخليو الناس تقرأ وتخلص على قدمة تقرأ وتنجم تنتج الى اخره هذيك المشكلة الكبيرة انا اقرأ اقرار روحه ما اقراريش اللي احنا باش نخلصوه مبروك عليك ودخل في السوق لقيتو لقيتو مش حكي تقرأ مش كونش دراسة روحه لا تكوين تكوين ان انسان يسعبش يتكون ما يكونش عندو فكرة الربح السهل وما يكونش عندو فكرة او شنو اللي انستغرامير ولا كوارجي وهذك الديوز اكزمبل عند مرأة كوارجي متربحش برش كوارجي متربحش برش قاش عنا نديفزيون في تونس خمسة تقرص كم في لولا دجا رجعنا الموضوع خلاص نش في لولا سمع تقرص مكوور معي كيبابيه اللي حب نقوله للصحافة في تونس وصورتو اللي نحنا في الاتوالي ولينا عنا برشة كونتاكت معا بسكن نتعاديو في التونس راهو في البلدين اللي الصحافة رضغت والصحافة هيدنت والصحافة تقولك هوا ذاك الموجود ويلزمني نتعامل مع الموجود راهو نهاية متاحة من الصحفيين اللي اللي لولا نين اللي يتمسوا ما اي فهمتك اما لبنان نعرفي لبنان توضع كتاستروف خطر خطر الصحافة متاحة ما كنتك في صحافة وليس منطل most چينزمني فكنتك إليه في الصحافة السيئسية لن تنتظر وك Solutions عنا دو يوم لعقوم في تونس عنا من الوصف النهار المصيح راديوية تتعارك على المواضيع السياسي استطاعت في السباح المتينة بالضبط في السباح و في شئ ليس كي يطلع سياسي ليس كي يكون كي يكون فوكيت و عندك و عندك من قرارنا سينة كي يسمي أرى ما أفعل ما أفعل أنا أفعل شخصية أنت تعرف إيدة كرونيكور ما تقلقنا على كرونيكور كيف يتبادل كل حق السياسي يجب أن يكون هناك ضد أول قائمة من الشرطة تدعي هذا ما أريدك لماذا يجب أن يكون هناك واحد موالي للسلطة في الكرس هذا الموضوع هو ترون خارج الإعلام يقول لك أن يجب أن تكون هناك تمثيلية لتوجهات الكل يستغلوها هذه الحكاية بشيء مبارك مثلاً، عندما كانت النهضة لتحكم وكل شيء، عندما تجد كرونيكور نهضة في كل إميسيون، عندما تجد فكس، 26 جوين لا توجد موجودين جميعاً هذه تفقد البرنامج المصدقية، 26 جوين، يعني نظم زلت موجودة، أما كقرار كتوجوهات، قلبنا شوية لقلمة، هذه الحاجة الأولى، الحاجة الثانية هو أنه البرامج اللي تحب، خينقولوا، ما تبديش برامج حكومية مية بالمية، كلي بيش نجم تبرر اللي فما تقول لك هل يجبت واحد تابع الصوت؟ هل يجبت واحد مشيرها الأخرى، فهمت المشكلة وفي الأخر، في الأخرة، بالتجمش تطلب منه بش يكون هو ضد الحكومة ليه، معناها عنده فما نسبة من الحياد، لكن كذا تقول الحياد، هو التخاضل وإذا كان الحياد، أرجوما تستعملوا بش تقبل الظلم، وتقبل العوج وما تتكلمش شرطو، شرطو، يحطوهم درجة الموالي للسلطة، ويسألوا على رأيه، ولا يسألوا على البرامير من الأخبار قبل ما يصير الأخبار، يسألوا هو، ماهو بشي سيكون نحن كالعادة، مدرسة فرنكوفونية، كل أسف، المدرسة الفرنكوفونية تقول لك، الإعلامي يجب أن يكون محايد الإعلامي يجب أن يكون أكثر ما يمكن محايد، ما معناها؟ معناها الإعلامي يجب أن يخرج موقفه السياسي، ويخرج موقفه السياسي في خدمته، هذا هي دور الإعلامي الموقف الأنجلو ساكتوني يقول لك لا، فما تلفزة يمينية، فما تلفزة يسارية، فما تلفزة متطر، فما تلفزة كذا، ما هي أسيومة، معناها أنت يعزبك الكلمات ذاك، أبراك تلفزة كذلك، في فرنسا بدأت تجبت لشيء هذيك، بولوري وكجماع ذاكم كل، بدأوا ينفستي وبرشة، كنال بلوس وكل شيء، وبدأوا يخرجوا في كلام متطرف على الأخر، ويثوروا به المشهد الإعلامي، المعني في تونس, نق was running to practice with technology. في تونس، نظيح في كذبة الحياد، هذا يعني أن الكلمات إ pas развьюًا، وهذا يعني أنvous الذين يجبون في الأعلام العمومية، لذيع أن يصبح المعرض في تونس ما يصبح المنطقة ولمستَ موجة في ال Entwicklung، لذلك لا يزوج gol goreً للأثر، اешě تجبهم الأراءة لكل تحكيم مع بعضها تتحاور مع بعضها الأعلام الخاصي نجم يعمل قناة دعائية نورمال موم فمش إشكال. أنا ذيك المشكلة يتقلقني خلت نعمل رخصة. أنت تجي طالب رخصة شكونوا هو اللي في الهايكاء اللي يعرف خير مني أنا البرنامج متاعي به ولا خيب. شكونك أنت بشتحكم في بلاستي برنامج متاعي به ولا خيب. ومرأة أخرى نرجع لفرنسا. جاء شيراك وقت اللي كان سحاب برشا مع شركة بويغ اللي هي شركة المقاولين الكبار في فرنسا. مع بويغ بيدو صاحب. مع بويغ بيدو صاحب. عنده تليكم بويغ تليكم وعنده بويغ متاع الاستثمارات وكل شيء. وقت اللي بويغ خايف ما تصير أوبيع يعني بتصير عباد يشريوه من البرة. شقالوا في فرنسا اللي يحب يشري تلزة ياخذ رخصة من عند الدولة. هذا بشح مي صاحب. شعمل اللي اخر. ياخذ شركة ايفان مثلا. فما البرنامج تاع ماضي ساعة يمشي الجهة من الجهات وانتلقى رئيس بلديه هو اللي عنده الفلوس بشعمل ترفو بيبليك. يقولوا نعملك بيبليسيتي على الفيلاج متاعك نخلص لك نصح معاك المرشي متاع ترفو بيبليك. معناها الكونيكشون صارت غاديكة. معناها اللي احنا قاعدين نقولو فيه انه لازمنا نحميو المجهد متاعنا من الحاجة تذية ما لكن احنا عنا حاجة اكبر انه عنا شركة اسمه جروب ايم اللي هي واسيط مهيمن على السوق. كيف ما بولينا مهيمن على كل شي جروب ايم مهيمن على كل شي على الانتاج متاع البيبيسيتي على الاسباس معناها على وكالة الفضاء الشهري على الانتاج متاع البروديوية معناها متاع السمع البصري. دو كوني يولينا عنا وضعية سعيبة برشا ما فمش منافسة. ما فم حتى شركة ربحية سامي الفهري منا عرش كيفاش يخرج الفلوس. سامي الفهري اما بمتغميلي غاق سامي الفهري الوحيد خطب ديق بالهم وخاطر استغال شركة كاكتويس واستغال الفلوس العمومية وضيور تعاقب عليها مرتين نجم يخدم عام كامل يسايب اللعب الماينشيري ويقولهم في رمضان هذيك ما تمسوليش أنا بش نتصرف مبيع اللي بروديو متاعي. فما حاجة مهمة نحب نقول على ميدياسكان ميدياسكان هي اللي تحسب النساب المشاهدة. خطق ميدياسكان يقول لك أنا نحسب النساب المشاهدة وذلك هوا والتونسي معاش يتفرج وما فاماش كاملنا؟ اه شوائي نكمل هذي بركة ميدياسكان مني دخل الفلوسة مني انكات ماركتينج انكات ماركتينج مني يجيوها كيفاش جيبيات ولا بولينة ولا بمونوبرية تقولوا عمالي انكات ماركتينج لا ينقل الى الجنسين ها مني أعني في الأخير تخدم فيها نحن هناك كونيفانس تتتتت. محابيت تتتت. لا تتتن. كما؟ لذا هذا يجب حل لحكاية لديمات ونحن نحدد لديمات هل تعالف جديد الديمات نحسبتها دائما أنكت مني ؟ هذا المسيط يجب أن تحكيه حسابات وليس إحصائيات وهم المخرجين على المسلسلات يقول لك لا تغذر الوديمات اغذر اليوتيوب سوف نتالعين برشا في اليوتيوب والأخرين يقول لك ليس نفس الإكرام وليس نفس البلاتفور ويجب أن تتفرج في اليوتيوب لا تتفرج مرتين في المسلسل لا تتفرج لا تتفرج هذا هو الأمر فيما حاجة ليس واضحة تكون لعبة أوضحة منها بعد عندك الهيمنة والسوق ومشاكل السوق ومشاكل المنافسة اللي نحن في كل سكتور نضلنا عليهم وباش نكبشوا باش نطلع عليهم في السكتور بتاع الميديا ومبعد الميديا شنو ينجوا هذيك عركة إذا هولي تتجاوزنا نعطو فيها راينا ولكن أعمق برشا متاع ثقافة متاع مجتمع متاع الضوق العام ديما نحب نذكر اللي في الأخر الموضوع التاع الميديا ومتاع الترفيه ومتاع الانتاج السينمائي وهذه السوفت باور اللي تستعملوا برشا بولدين تستعمل في أمريكا تستعمل في أمريكا تستعمل في تركيا تستعمل في مصر باش تستخدم مصالحها معنا العربية متاعنا بيضة نرمال ما نجمو يكون عنا أكسي للأسواق الكبيرة اللي نحكي وبرشا لغات معنا نجمو يكون عنا أكسي للبولدين الفرانكوفونية المفروض الحاجة هذي نطوروا منها لنجمو يكون سوفت باور ونجمو يكون سلاح عنا اللي نقضي بها مصالحنا مع البلدين الأخرى يجب أن تستعمل في أمريكا كيف ترى مصر و تركيا تركيا ثلاثة في العالم من حيث المدخول من المتجات متعالي التلفزة تصبح لك القلقين بجمو يكون الأنجيسري لا 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 أتحدث عن الوديو فيديو تلفزة الأمريكا بعد الأنجلوتير لا أتحدث عن تركيا أتحدث عن سينما لا أتحدث عن سينما هند و أمريكيا ومصر نيجير في سينما نيجير نيجيريا سمحني خاطر مئتين مليون ساكر لا وخاطر الفيلم لا معرفت كيف يصوروا بطليفون خاطر مئتين مليون ساكر فهم مشكلة العرض حكينا عليه العرض مضروب فهم مشكلة الطلب معنا السوق متعنا صغير ولكن إذا كان المسألة متع المشهد الأعليمي متعنا من نجيوش بطريقة موضوعية نحلوه نوصل ونحن في المريا ونفهموا المشاكل متعنا لدينا مشكلة كبيرة بخلاف اللي قاعدين نخسروا في عباد تخدم وعرقها قاعدين يسرقوا فيهم وشق قاعدين يخلصوا بخلاف اللي قاعدين ننتروا في حاجة رديئة للتونسي ويقاعدين يهجر في التلفز بخلاف اللي الميسر متع سنة متع أربعين مليون دينار مشتحكم فيها طرف بركة وهو اللي بش يكون ريجولاتور ويختار شكون يرباح وشكون ميرباح قاعدين نخسروا في تبعطونا وهذي كانت حلقتنا حلقة وسائل العلم وإن شاء الله في الحلقة الجاية كان مصارش problem technique وإن شاء الله يقعد يستعوا فينا إن شاء الله فما رابير بش خارج غنية على واحد مننا فما رابير بش خارج غنية فما واحد شعنا لك مسلسل نروا مشتتذكر لمورك ينار وريد ما قلت حط شي يعمل مسلسل يحب عليهم أكثر واحد هكما هو أما ريتو ريتو يضحك ومس رحماني وراب ورابر ورابر يعم كل شي خلي بشوي بشوي رحلقة جاية رابي هل تكون على الناس مرسي بكول شوفكم حلقة جاية بسلام شكرا إلى الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة